لأهلي النهاردة وانت بتترصص كده شايف عمل مباراة جيدة ولا لأ؟ طلع بالهدف انه يطلع بالتلاتة بلد في فتحية الدوري لسه الفرقة ماصلتش لمرحلة الهارموني اللي الراجل بيحاولي اشتغل عليه مارس الكولر بعض اللعيبة ما نفزتش اللي طلبه قوي بعض اللعيبة لازال عندها بعض المشاكل بس قبل ما اتكلم على فرقة الاهلي تحديدا الفرقة ككل يعني مع مارس الكولر لازم اتكلم على نجم المباراة الاول ما ديله حقوة يعني ايوا المكنسة الزكاية ايه اقولها تاني كده؟ المكنسة الزكاية المكنسة الزكاية أليو ديانج أليو ديانج النهاردة واحد من أعظم أداءات أليو ديانج مع النادي الأهلي ليه؟ لما تلاقي لاعب ولما رايش نحن نادي أهلك اللي مشاكله إيه؟ قدم كل حاجة ممكن يقدمها لاعب خط الوسط لعيب مركز ستة المتطور بشدة ليه؟ دايماً متعودين على ليه بمركز ستة؟ للراجل الديستروير اللي بيفسد هجمات الخصم لما تيجي تلاقي إن فريق نسبة الاستحواز عند النادي الأهلي ومع ذلك تلاقي إنه من بين أرقام أليو ديانج إنه استخلص الكرة النهاردة 22 مرة 22 مرة لفريق مستحوز على الكرة ده رقم عظيم جداً الشكل اللي بيلعب بيه مارسل كولر خل أليو ديانج هو متواجد دايماً وحيد واحد قدام الرباعي بتوع الخط الخلفي بيحمي الرباعي دايماً ليه؟ هنشرح دور حمدي فاتحي وليه حمدي فاتحي وليه السلية وليه ضحة بيه بس لما نتكلم على ديانج بالإضافة لإنه هو استخلص 22 كرة ونجح بنسبة 100% في كل الاتحامات السنائية دي أرقامه أرقام في وجهة نظري تقترب كلها من المية في المية من اللي هي بخط وسط في مباراة في مستهل موسم مش كل الفرقة كانت في أفضل حالتها فكان شايل الفرقة لما الراجل يبقى عنده التمريرات الصحيحة بنسبة 92% أمش ببالك مش ببالك عشان الناس بس نفسك ومع الفارق ومع كل حاجة ومع كل حاجة بس دي أرقام مثلاً كاسيميرو مثلاً يعني دي واحدة من أعظم الأرقام اللي أنا شفتها لعيب خط وسط بالمناسبة يعني اللي لا تشايف أرقام مدهشة دي أرقام ما بيصلاحش حتى لعيب على المية أرقام تقترب كلها من المية في المية للعيب مركز 6 راجل عمل 4 مراغات نجح في الأربعة عمل 3 تدخلات نجح في الثلاثة أطع 7 تمريرات استخلص الكرة 22 مرة في مباراة فريقه هو المستحوز بنسبة أكبر من الفريق المنافس تمريرات صحيحة كمان 22% ده توني كلوز بقى حتى تاني لا برضو عايز أقولك ده في رقم كمان هنا ده في رقم كمان هنا إنه عمل 5 أو تمريرات طولية نسبة نجاحه 100% خمس خمس عشان نوضح للناس بس هي الباصة اللي بتضرب خط أو أكتر من خطوط المنافس الباصة الأمامية اللي بتضرب خط أو أكتر من خطوط عمل خمس تمريرات الخمسة نجحين اليو ديانج النهاردة مثال للعيب مركز 6 المتطور وهو نجم المباراة الأول في وجهة نظرانية أعرف طبعا إن الربط قدت وبالمناسبة أكرم توفيق قد مباراة جدا النهاردة لكن أنا بالنسبة لي اليو ديانج باي فار هو أفضل لعيب ومين اللي بيختر أفضل لعب بالنسبة للربطة؟ الربطة لاجنة الفنية في الربطة يعني ناس من اللي هما لعيب تكورة اللي في الربطة أوكي تماما فلما نيجي نبص أنا عايز أحنا أحفرجك بقى لقطات سريعة لديانج عمل ايه في المباراة لو نمشيها لقطات اتباعا والأماكن اللي كان بيتواجد فيها دايماً ديانج بصا كاريب بصا كاريب كلها دي عظيمة مؤخر نفسه هنا عظيمة الكرة دي منتهى قبل الإيجادة التركيز أي ري اكشن غلط الكرة دي يجون أي ري اكشن غلط الكرة دي يجون أطع أطع لا لا معناش معناش رجع 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 أطع عشرين متر رجع 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 اللي بيحصل دا مش حقيق بص بص الراجل قطع كرة مني بص الراجل قطع كرة مني كمل بعد مقتة بقى هتقولنا هو بيجري كمية الجاري اللي جراه يعني دي قطع صعبة جدا أولا هو كان راجع هادي الكرة آه بص بص هو كان راجع من قدام اوج ايوه خد الكرة ركزوا بقى مالش رجع عشان عجبتني اهو فان خدت المايك منك بص بقى من اول دي ستة كمل 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 عمل بص بص يا كريم تقول لي صحيح صحيح بص بعد ما قطع نص الملعب بالكامل سخد بالك بعد التعب ده كله مش هتطلق تمينا تقول لي صحيح لا تقول لي بديها كاما كريم اه اثنين وثمانية كمان خلص يعني انت الفرقة كلها وقعت يعني كان النهاردة من ضمن العيوب اربعة وسبعين من ضمن عيوب فرقة الاسماعيلي النهاردة ان الخفاض المعدل البدني في الخمسة وعشرين دياء الاخيرة صح فما بالك بلعيب وخلاص احنا في الربع ساعة الاخيرة وبيعمل بيقطع نص الملعب بالكامل وبعدين يعمل بص صحيح ما كانتش المرة الاولى ارجع القطع دي في منتهى الصعوبة ليه؟ عشان لو دخل في وقت غلط هيضرب الجزاء يما يدخلها في نفسه ولو جلت منه جول ولو جلت منه جول طبعا او ياخد احمد مدبول اللي احنا مدبولي قطع قطع عليه فدي كانت صعوبة الكور فكان ماشيه لي بقى هات بقى بقيت اللقطات هات بقى ليه بقيت اللقطات بتاعت ديانجل ماشيه على صراعيتها الطبيعية بعد اللقطات اللقطات دي خلاص اللقطات اللي بعديها لانه هي عبقرية مش بس الورك ريت يا كريم ومش بس اماكن هي قصة كلها عبقرية هو متواجد فين ومكان التواجد والانتسيباشن او التوقع بتاع الكورت بصة كريم الراجل بيشتغل بطول وعرض الملعب على كل الارض وتحت كل سماء ستاد بورج العرب موجود اليو ديانج في كل مكان لا اقول تاني الوصفت كده مانيش على كل الارض وتحت سماء ستاد بورج العرب فقط اليو ديانج مسيطر على كل الملعب بالكامل الراجل عمل كل حاجة ممكن يعملها لعيب خط الوصف اليو ديانج النهاردة لما اجي يلاقي الراجل في كل مساحة من الملعب يأما بيعمل الانترسبشن او قطع الكورة من خلال ان هو بيحجز الكورة ان هي تروح ويقفل زوايا التمرين واحد اتنين انه بيعمل التدخل دون اخطاء تلاتة اماكن التواجد تحت الكورة في الملعب بالكامل يمين ويسار داخل منطقة الجزاء حتى منطقة جزاء الاسماعيلي كل ده بيقولك اللعيب ده هو مش بس وقف على رجله كويس بدنياً لا الراجل ده عنده زكاء التحرك ومكان التواجد ليه اللي بعديها؟ نفس الكورة الكورة اماكن تواجد ديانج هي مش بيرتابة الرأس بيقولك جوه يبسجل خشب في حد اهلاو جوه بيقوله يبسجل خشب اهو اماكن اماكن اهو الراجل اهو دي واحدة من الكورات اللي كنت اقولك عليها هنا كان عنده بس قرار متأخر شوية كان ممكن يعمل الباس اسرع من كده لكن الراجل ما عندوش مشكلة خالص انه يقطع في الربع ساعة الاخير من المباراة عشرين وثلاثين وخمسة وثلاثين متر وما عندوش مشكلة وبالمناسبة كان بيستغلوا مسماني في اوقات كتير جداً لما الفرقة متوقاش عارفة تخرج بالكورة انه يعمل البروجريشن ده انه يحط الكورة تحت رجله ويبتري يعمل البروجريشن عشان بيقطع يتحرك ويبتري يربط مع المجموعة الامامية فعشان ما انطلوش اكتر من كده مع ديانج ومساكن الخشب ووزر من الناس طلبت انا مبسوط اللي انت قلت الكلماتين دول عشان انا كان رأيي كده النهاردة انه اليو ديانج كان افضل لها في الموتش مهمة يعني استغربت شوية ان هم الدول اكرم عرغم ان اكرم قدم مباراة عظيمة بس ده عمل مباراة عظيمة جداً بالمناسبة اليو ديانج هو العيب كبير جداً اليو ديانج النهاردة تفوق على نفسه اليو ديانج عمل واحد من اعظم اداءاته مع النادي الاهلي